بحث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موضوع العدوان الروسي على أوكرانيا وأمن الطاقة وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية من كييف أن بلادها ستبدل كل ما بوسعها لضمان أمن أوكرانيا وفي أول زيارة لها إلى كييف حذرت بيربوك من عواقب أي عدوان جديد على أوكرانيا وقالت في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأوكراني دمترو كوليبة إن برليم مستعدة لإجراء حوار جاد مع روسيا لأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لنزع فتيل هذه الأزمة الخطيرة للغاية نشكر الحكومة الألمانية على موقفها الداعم للسيادة الأوكرانية ووحدة أراضي أوكرانيا فيما يتعلق بالوضع في المناطق الخارجة عن سيطرة أوكرانيا في دنباس أود أن أركز على الجهود الدبلوماسية من خلال محادثاتنا على مستوى قمة ربعية نورماندي صحيفة زديتشيت سايتينغ الألمانية قالت إن وزيرة الخارجي الألمانية أنيلين بيربوك في كييف أكدت رفض برلين تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وفي لقائها مع نظرها الأوكراني دمترو كوليبة تمسكت بيربوك بموقفها على الرغم من الصراع المتصاعد مع روسيا في حين أكد كوليبة أنه ناقش مع الوفد الألماني أكثر النقاط حساسية ويمتدع ألماني عن إرسال أسلحة تحتاجها أوكرانيا وعدم توريد النظمات الدفاعية في إطار التعاون مع الناتو وفي مقال آخر نقلت الصحيفة الألمانية عن مدير الشركة الطاقة الأوكرانية نفتغاز يوري بيترينكو أن روسيا عازمة على وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا أما وعود الكريملين بتمديد الاتفاقات القائمة فهي جوفاء وخط الغاز نوردستريم 2 الذي يمضي بموافقة ألمانية له دور محوري في التحضير لغزو روسيا لأوكرانيا نحن على يقين بنسبة مئة بالمئة من أن نوردستريم 2 لديه هدف واحد هو استبعاد أوكرانيا من البلدان المشاركة في نقل الغاز إلى أوروبا يمكن لبوتين أن يستخدم خط الأنابيب لمعاقبة أوكرانيا على اختيارها الأوروبي